وبالانتقال إلى خبر آخر تعمل الحكومة على تطوير منظومة ترخيص الأعمال لتسهيل الإجراءات على المستثمرين لدعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب وأعلنت الحكومة بحسب تصريح لوزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي أن وثيقة سياسة تطوير منظومة ترخيص الأعمال القطاعية التي تم إقرارها بداية العام جاءت نتيجة التحديات القانونية والإجرائية والفنية التي تواجه واقع ترخيص الأعمال في الأردن والذي ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين وتنافسية الاقتصاد وتهدف الوثيقة إلى الحد من التداخل في الصلاحيات والأدوار وتحسين الإجراءات حيث تم إجراء دراسة لـ 43 رخصة قطاعية وتراوحت التوصيات بين إلغاء بعضها والإبقاء على عدد آخر منها مع العمل على تطويرها وتبسيطها كما شملت تحديد رخص ذات أولوية لبدء العمل على مراجعتها بصورة جذرية